لما سئل قاله أنشلوتي في مؤتمر صحفي عن كون محمد صلاح أفضل لاعب في العالم في مركزه قالوا أنه هو أفضل لاعب في العالم في مركزه هل هذه إشارة لإهتمام أنشلوتي بمحمد صلاح؟ نعم صلاح هو لاعب رائع جدا صلاح هو لاعب ممتميز وهو يستعد للمواجهة النهائية ونستطيع أن نقول أن صلاح لديه مصابل مبهر وأنه في كل عام يثبت أنه لعب أكثر وأهمية من العمل الذي يثبقه هذا النهائي الكبير المنتظر بين ريال مدريد وليفربول كيف تنزل لهذه المواجهة النهائية ومتوقعاتك له؟ أنا أعلم أن الصلاح ليس في المتوش الأخيرة ليس في مستوى 100% نحن في أسبانيا نعلم مستوى صلاح جيدا نعلم أن صلاح يريد أن يعود منتصرا مرة أخرى من ريال مدريد بالفوز بالبطولة وهو صلاح لديه رغبة جبيرة في الفوز للسقر من المرة السابقة صلاح ليس جاهز بدنيا بشكل كامل ولذلك أنه مصاب بشكل بسيط وهو لعب هام جدا بالنسبة لنديل فربول لا يمكن الاستغناء عنه نعلم أن كله لديه مشكلتين أن صلاح في حالة صحية بنسبة 70% وأن ريال مدريد كل اللعبين فيه بمستوى جيد وعال جدا بدنيا وفنيا تصريحات كانت قوية جدا من محمد صلاح قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي وقت أن تمنى مواجهة ريال مدريد في نهاية دورة أبطال أوروبا رأيك إيه في تصريحات محمد صلاح؟ كان شيء جدلي إلى حد ما ونحن نتذكر عند الإصابة التي عانى من صلاح في الإصابة التي قد حدثت بسبب اللعب سيرجي راموس في المباراة النهائية في المرة السابقة ونحن نسعى أن صلاح نوقفه في المباراة القادمة لأنه سيكون أكثر فعالية ولديه رغبة أكبر أو لديه الكثير من الأمل والطموحة التي يريد أن تحقيقها في المباراة القادمة جوزيب بيدرول مقدم برنامج الشرينجيتو الإسباني أحد أشهر الإعلمين الراضيين في العالم كنت سعيد جدا بتواجدك معنا على التلفزيون المصري وبرنامج رقم عشرة وأنا أتمنى التكرار في المستقبل إن شاء الله سلامي لكم جميعا وسلامي جميعا لشعب المصري شكرا لكم شكرا مع السلامة